يوم ما صالح جمع يبقى صديقك الوفي انت حتبقى لعب كويس كابتن حسام البدري بعد هذا المران اللي انتو شايفينه اختار 21 او 22 لعب دخل بيهم معسكر دلوقتي لاستعدادا للقاء الغد مع النصر محمد الشناوي واحمد عادل ورمضان مصطفى لحرص المرمى احمد فتح وايمن اشرف ورامي ربيع وعلي معلول ومحمد هاني وهشام محمد وعمر السلية واحمد حمدي والد ازارو والد سليمان واحمد حمودي واسلام محارب مؤمن زكريا ومروان محسن واحمد الشيخ واحمد ياسر وبكماني وميدو جابر وباسم علي يعني قائمة ال 22 هيخرج منها اربعة من دول هيخرج اربعة ويدخل ال 18 في قائمة المباراة والعضلة الضمة ابعدة حسام عاشور لكنه الاستمرار في المشاركة يمكن احمد حمدي من اللعيبة الواعد اللي خد فرص المرمى وشام دخل اهو ومروان محسن دخل ورامي ربيع دخل وعلي معلول معلما دخل من قبل كده ونعب انما عاز اقول ده حاجات كويسة عبال سعدي سمير بقى عبار وعبال صالح جمعة يا عبال الناس دي طيب الاهلي بيسجل 30 لعب في القائمة الافريقية المبدئية والمبدئية يا جماعة لانه انت لغاية 15 يناير تقدر تشيل اي عدد انت عايز تشيله بدون اي غرامات طيب الانت عايز تغير 15 يناير تبدأ يعني الثلاثين دول ممكن لغاية 15 يناير تقدر تشيل خمسة سبت طيب رسالة اي بقى رسالة اي بقى رسالة اي بقى اللي اللعبه تفهمها اه كلكم موجودين وروني بقى اه مين يثبت نفسه اي طب هو صالح جمعة لانفضل كده عايز يخش القائمة الافريقية ولا هو بيقولهم ايه نو خلاص الهدف واضح لكنه التعامل واضح ارضى اي اه كان فيه جلسة مع عبدالله السعيد اه لتحديد او لحسم موقف التجديد للاهلي حصل عبدالله على راحة من مباراة اتليتكو مدريد وايضا بيحصل على راحة في مباراة الغد ويعود بعدها عشان يستعد للفترة القصيرة المضغوطة سواء مباراة الزمالك يوم 8 يناير الحالي او السفر تاني يوم على طول يوم تسعة الى الامارات لأداء مباراة السوبر مع النادي المصري يوم 12 يناير فصالح فعبدالله السعيد من اللاعبة اللي كان الجهاز فضل انه يديها راحة مباراة اتليتكو مدريد ودي كمان مباراة الغد بص الازمعين الجايين دول هيحددوا مصير حاجات كتير جدا استمرارك في الملاحقة وفرصة تصدر قيمة الدوري ايوه ودي مهمة انتزع صدرات الدوري اه وبإذن الله الفوز بكاس السوبر ثم عندك بطولة مهيئة بإذن الله انك تحصل عليها بإذن الله ان شاء الله اذا حصلت عليها ابتديت السنة البداية جميلة جدا اه قابليها بطولة معنوية انت والزمالك ما هي ما هي انت برضو انت والزمالك يعني الناصر والزمالك تكسبهم بقيت متصدر الدوري بإذن الله اه اذن انت في 15 يوم مجموعة من التحديات بتحدد مصار كرة القدم فيما تبقى من باية الموسم هم فبيتدخل عبدالبس المصار مش المسير مش المصير اه المصار المصار المصير ده هيبضل غامض مهما حصلت نتائج يعني اه انما المصار انك تبقى ماشي صح ايوه هو دي الطريق ده الطريق اه اتحاد جدا ده اليوم السابع بيقول انه بيعرض 18 مليون جنيه على عبدالبس عبدالله السعيد اه وبيقول اليوم السابع ان عبدالله السعيد اتخذ قرار للرحيل عن الالي نظرا للفارق الكبير في العروض المادية بس 18 مليون اللي تلقاها 18 مليون في كم سنة اه اعرى يعني سنة لا اه ده قيمة يعني على مسؤولية اليوم السابع انه 18 مليون جنيه له انه يمضي بمعدل 9 مليون جنيه في السنة يعني سنتين سنتين اه تسعة مليون جنيه اه طب هو هنا بياخد كم خمسة ستة بقولك الاهل عرضه توقف عند ستة وده الحقيقة يعني اه وانه بي اه اتسماع؟ لا تعملت تعملنا كده؟ ممكنت تكون تسمعوا ليهلا ده قرار عبدالله السعيد بس التحاد يد عنده مشاكل وديون كبيرة جده يا حبيبي ممنوع من التعاقل اه لكن القرار ده ما تقدرش يخش فيه دماغ إنسان إلا بالنصيحة النصيحة يعني يبقى في الأهل يتمسك بالأهل والأهل يتمسك فيه أهل ستة مضمونين أفضل أنت يسعى طيري وكبت أن على عبد الصادق أيضا على مسؤوليته اليوم السابع أنه بيقول فيما يخص متعب ومؤمن زكريا أنه لجنة الكرة في اجتماعها اللي عقد يوم الحد نقشت بعض الملفات الكروية المهمة محدش في الأهل الحياة بيصرح لكن هو الناس بتجمع معلومات قولي فيما يخص متعب وما يخص مؤمن زكريا لا فيه زل من الحقيقة بالنسبة للمؤمن لكن ما فيش موافقة لمؤمن لحد الوقت متعب مخير راجل نجل قالوله اللي انت شيء فيه مصلحتك اللي أهل يحقف معك فيه عايز تبقى إحنا مرحبين لكن بالنسبة للمؤمن أعتقد أنه الأفضل أنه الجاز يفضل بقاءه لكن لو حيخرج عارة ستة شهر الوضع يختلف لأنه ممكن يجدد لك ويخرج ستة شهر إذا عندك البدائل إذا عندك البدائل لأنه العيب مهم تأكيد أيضا في إطار تقدير الدولة للرياضيين وتقدير الرئيس عفتاح السيسي لكل الأبطال اللي بيحقق وكان فيه خبر بس ما أعتقد أنه بس هو ده أمر واقع يعني بتاع حجازي تفعل العقد بتاعه من إعارة إلى بيع بس الأهلي وصل إلى شروط في السداد أفضل من اللي كانت معروضة بالإضافة إلى عشرين في المية من عادة بيعه بدأ من الخمسة عشر فأعتقد أنه ده يعني التطور الوحيد كما تجيب لنا حد بالكورة يحسم لنا الكلام ده حاصلين مش أسرار بقى ده مكتوب ترجمة نانسي قنقر